قصتنا اليوم عن مجنونة فريد الأطرش أعتاد الفنان فريد الأطرش الذهاب إلى نادي سباق الخيل في أحد المرات فوجأ بمن يحمس في أزنيه يخبره بأن فتاة تنتظر في المقصورة الرئيسية للنادي وعندما اقترب منها حتى وجد فتاة صمراء وابتسمت ابتسام عريضة قائلة أهلا فرفور وعلى وجه فريد الخجل يليها نظرات تحمل شرارات الغضب والتحكم وبسرعة شديدة قام باستدعاء رجال الشرطة المتواجدين بالنادي يطلب منهم الموسيقار الكبير فريد الأطرش إخراج الفتاة فورا من المقصورة وأوضح لهم بأن هذه الفتاة الصمراء تلاحقه منذ 12 عاما في كل مكان يذهب إليه غير قيمها والاتصال به أكثر من 20 مرة يوميا من خلال التليفون ومضى في شكواه للشرطة من أنها عرضت عليه أن تعمل معه ولو خادمة في منزله مجانا لمجرد أن ترى وجهه فقط كل يوم غير أن أكثر من صديقة له روع ما تقوم به هذه الفتاة وتتحاكى بقصص خيالية عن الحب العميق الذي يربط قلب فريد الأطرش بها وإثناء أخذ رجال الشرطة للفتاة أطلقت صرخات وأخرجت من حقيبت يديها أكثر من 30 صورة لفريد الأطرش وبعصابية شديدة مزقتهم أمام آلاف الجماهير الذين انشغلوا رؤية هذا المشهد وانهارت في بكاء مرير وهي تغادر المقصورة تغمي فريد الأطرش بنظرات عتاب ولوم فهي مجنونة به وأحبته لدرجة العشق بحسب ما روته مجلة الجيل عام 1959